طيب إحنا الإطار بصراحة الموضوع كبير جداً وعظيمه فيه أرقام طبعاً كبيرة وأكيد إن شاء الله نتناولها في الحلقات اللي جاية بإذن الله ونقول أرقام طبعاً سبتة نفيد بيها طبعاً المشاهدين بس محتاجة منك حاجة كده أخيرة محتاجة نصيحة عملية تقدر تقدمها للمستثمرين العقاريين في مصر نتفائل خير تفائلوا بالخير تجدوا القطاع العقاري في مصر من أقوى القطاعات في المنطقة بيستعين بيه السوق الصعودي وهو بينمو في التطوير العقاري دلوقتي بيستعين بالكوادر المصرية في معظم الجوانبها وفي معظم القطاعات وزارة الإسكان السعودية بتستعين بالكوادر المصرية شركات شاكات ما بين السعودية ومصر في القطاع العقاري كتير جداً جوه مصر وفي السعودية وفي الخليج كله بشكل عام ده دليل على قد إيه القطاع العقاري تاريخه ونضجه يعني إضافة إضافة كبيرة لأي دولة بتنمو تستعين بالكوادر المصرية فخلينا نقول ان القطاع العقاري المصري فيه فرص كبيرة جدا 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 يعني ما نعودش ان نضيع وقت في يعني شوية البكاء على المشاكل والشكاوى والحاجات اللي بتحصل او اللي فاتت في الفترات اللي فاتت وتفوت مننا فرص جاية 24 اتوقع للقطاع العقاري انها هتكون ان شاء الله سنة مليئة بانجازات وبنجاحات للجميع على كافة المسؤولات على مستوى الدولة على مستوى القطاع الخاص وعلى مستوى الافراد لان زي ما بيقول دايما الحل او جزء من الحل بيكون في القطاع العقاري والحركة طول ما هي ماشية زي ما كان اجدادنا بيقولوا الحركة بارك